بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى اتكلمنا قبل كده في سلسلة حلقات توافق وسعادة عن التعافي من فقد شريك الحياة احنا ليه بنتكلم في موضوع زي ده؟ اتكلمنا في موضوع زي ده لان دوت بيبقى أثر وفي الحقيقة أثر صعب جدا جدا على الأسر بس احنا بنتكلم على توافق وسعادة كمان هنتكلم عن حاجة تانية والزوجين لسه موجودين فالأسبوع ده هنتكلم عن موضوع ما يقلش أهمية بل أنا في تقدير الشخصي أنا ليه بقول في تقدير الشخصي؟ لأن أنا ما عنديش ريسيرش ما عنديش بحس يقول ده لكن أنا في تقدير الشخصي في دراسات التي تتعلق بالتعافي بعد الصدمات أن ده ممكن يكون أشد أهمية من مسألة فقد شريك الحياة اللي هو إيه؟ اللي هو التعافي من فقد الأبناء فقد أحد الأبناء بيبقى ابتلاء شديد في الحياة ابتلاء شديد محدش يقدر ينكره والذلك صلى الله عليه وآله وسلم واسى اللي فقدوا أولدهم فواساهم صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات ولدوا ولدوا لعبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم سمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقول حمدك واسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه الراجعون فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد لولا إن المسألة دي مسألة محتاجة عناية ما كانش أسرع الرحمة للعالمين بمواساة من فقد ولده طب إيه المسافة اللي بيننا وبين الحديث ده الحديث ده في روعة إن العبد إلا حصل حمد واستغفر الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواء قد الحمد وإنا لله وإنا إليه راجعون قد الاسترجع فيه التراب أطلق عليه أطلق عليه علم النفس التراب الحزن المعقد حزن كده أنا بسميه الحزن الأسود حزن كده صعب قوي اللي بعض سماته ممكن توصل إن الإنسان إنه يتلزز بالحزن ويستمر فيه إلى الأبد ويتعلق بالماضي ومالوش دعوة بمستقبل ويحاول يسترد من فقده الحزن ممكن يدمر حياة إنسان وممكن يخليه يفقد حلمه ومستقبله وحياته وإعلاقاته أنا أفتكر إن أنا لما شفت الحزن ده وسمحولي في جرايبنا وهو حزن ساعات بيبقى في الستات أكتر أنا شفت زوجة من قرائبنا بتلبس كل سيابها أسود لمدة أنا لسه فاكرها خمسة وعشرين سنة ولسه بنفس الحزن بساعد فقد ابنها في اللحظة دي فلاقي مثلاً الزوجة تشعر بفجوة بينها وبين زوجها بعد وفاة الإبن باعتبار إن أسرته من هارت وكأن الإبن ده كان هو كل الأسرة هو أساس الأسرة فمع فاته يبقى الأسرة خراس انتهت وما فيش دعلي إننا نكمل مع بعض معقولة آه 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 بيصل بالناس كده وقد يصل الأمر في بعض الحالات إن أحد الزوجين يبقى مش قادر يشوف شريك حياته لأنه بيفكروا دايماً بابنه أو ببنته اللي توفه وساعات الزوجة تقول لزوجها مثلاً كل ما بشوف جوزي بشوف فيه ابني وقد تحتاج الأسرة للانتقال من مكان سكنهم في بعض الأحيين لمكان تاني ما يكونش ابنهم أو بنتهم عاشوا معاهم فيه عشان نقدر نخرج من كل هذا الحزن الأسوى ترجمة نانسي قنقر